موسيقى يا مساء التفاقل والسعاد على كل متابع برنامج نقطة نظام على شاشة مدرستنا 3 في كل مكان أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة يا رب إن شاء الله تعجبكم إزاكي هدير مساء الخير عليكم مساء الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم نقطة نظام إن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله كل الفقرات اللي نكون هنقدمها لكم النهاردة تعجبكم يا رب إن شاء الله الآيام بقى بتجري هدير وخلاص كلها أقل من شهر إن شاء الله وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول اللي تحددت خلاص لصفوف النقل في المرحلة السنوية من يوم 14 ليوم 26 يناير 20-23 وطبعا الشغل شاغل دلوقتي لكل أولاء الأمور اللي احنا من ضمنهم يعني هو الكيفية اللي هيتم بها الامتحانات دي صحيح ويمكن كل الناس يعني مستنية كلام وزارة التربية والتعليم اللي بشكل كبير طمنت كل أولياء الأمور ووضحت الآليات اللي هيتم من خلالها عقد الامتحانات سواء بقى من خلال أعداد جداول الامتحانات نفسها واللي هتتعامل على مستوى المدريات أو من حيث الامتحانات واللي هتتعامل على مستوى الإدارات التعليمية من خلال الموجه الأول للمادة وبدعم من إدارة التطوير التكنولوجي في الإدارات واحد بقى من أكتر الحاجات اللي طول الوقت بتعامل فيها جدل ما بين أولياء الأمور وبيكون عليها أسئلة كتير قوي هو شكل الامتحان نفسه وده كمان وزارة التربية والتعليم وضحته قالت أن الورقة الامتحانية هتكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد بالنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بالنسبة 15% طيب يبقى الموضوع من حيث بقى أداء الامتحانات نفسها هايبقى إزاي هيبقى من خلال التابلت ولا هتكون امتحانات ورقية ده كمان تم تحديده بشكل واضح جدا هو أنه الامتحانات بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة اللي استلموا أجهزة التابلت ومدارسهم نفسها عندها انترنت دول حيكون امتحاناتهم لأسئلة من اختيار من متعدد وده هيكون إلكترونية باستخدام التابلت أما لأسئلة المقالية فهتكون ورقية والتنين حيكونوا في نفس وقت الامتحان من غير أي فاصل ما بينهم ولو حصلت أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان في أي مادة حيتم أداء الامتحان بطريقة ورقية في نفس معاد الامتحان المحدد في الجدول أما بقى بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة اللي موجودين في مدارس غير متصلة بالشبكة بتاعة النت أو الطلبة اللي لسه لغاية دلوقتي ما سلموش التابلت أو الطلبة كمان اللي هم بتوع المنازل فدول إن شاء الله هيمتحنوا ورقيا في جميع المواد ونفس الكلام بالنسبة لطلاب الدمج هيمتحنوا ورقيا في نفس المعاد وهيكون الامتحان هو نفسه الامتحان الإلكتروني نفس الامتحان الإلكتروني وهتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد طبعا طرحها على مدير عام الإدارة التعليمية حيث سامح وزارة التربية والتعليم عاملة مجهود كبير في الملف ده عملت حساب كل صغيرة وكبيرة الناس كانت ألأة منها وخايفة منها وده كان واضح الحقيقة من خلال مجموعة التدريبات اللي عقدتها الوزارة خلال الأسابيع الأوليال اللي فاتت لمواجهين المواد التعليمية ومسؤولين التدريب والمشرفين على التدريب في المدريات التعليمية كانت كلها تدريبات على أسليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد للطلاب في المرحلة السنوية دي حقيقة جدا يا هدير بصراحة والتدريبات دي كمان كان هدفها أنها تنمي عند المشاركين فيها قدراتهم على إعداد المفردات الاختيارية علشان يكون عندهم القدرة على تقويم نواتج التعليم في المواد الدراسية المختلفة علشان يكون عندهم كمان قدرة على التمييز بين المستويات المعرفية وغيرها كتير قوي من المقاومات اللي كلها في ضوء منظومة التقويم الحديثة كان مهم جدا أن يتم عقد هذه التدريبات ومن الجيد أن الوزارة هي اللي بتقوم بدا لأنه احنا هنا بنقيس نواتج التعلم عند المتعلم أيضا مسألة تصنيف نواتج التعلم دي يعني نفسها مستويات كمان نواتج التعلم المعرفية اللي تقدمت للطالب بناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها ده غير القدرة على إنتاج مفردات اختبارية جديدة في مواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة اللي بتضعها الوزارة مضبوط الحقيقة أنا بحي وزارة التربية والتعليم جدا جدا على المجهود الكبير اللي هي بتعمله سواء من حيث الاستعداد للامتحانات واللي تم تخطيط ليها بشكل كامل ومسبق منعا لأي مشكلة لقدر الله ممكن تحصل أو حتى من حيث الاهتمام الكبير قوي بتدريب أفراد العملية التعليمية على النظام الحديث علشان يكون عندهم قدر على التعامل معاه بكل تفاصيله يلا بينا بقى هدير نشوف فقراتنا النهاردة أول فقرة إن شاء الله معانا هتكون فقرة مهمة جدا جدا لأننا هنتكلم فيها عن مشروع مهم وكبير بتشتغل عليه مصري من حوالي 8 سنين وهو مشروع مصار العائلة المقدسة المقرر افتتاحه إن شاء الله بنهاية الشهر الحالي وهو مشروع عظيم الحقيقة فيه حكايات كتير قوي عن مصاري العائلة المقدسة اللي يعتبر واحد من أهم المظاهرات السياحية الدينية في مصر علشان كده في الفقرة دي إن شاء الله هيكون معانا المهندس عادل الجندي وهو المنصق الوطني للمشروع العظيم ده متحمسين جدا 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 نعرف أكثر يعني آخر الاستعدادات ايه لإفتاح هذا المشروع للناس كلها بتنتظروا خصوصا مع الرواج السياحي اللي حصل بشكل كبير في مصر الفترة اللي فاتت سواء سياحة مؤتمرات زي كاب 27 أو غيره بقينا عندنا أنواع كتير من نقار اه اتعلمنا كمان زي نروج سياحيا لبلدنا اللي بتمتلك يعني كنوز مش موجودة في أي حتة تاني طبعا المصاري العائلة المقدسة هيكون مشروع مهم جدا العالم كله بينظر إليه فمهم إن احنا نكون يعني يضعنا كده ضيفنا الكريم فيه آخر الاستعدادات النهائية لهذا المشروع الفقرة التانية كمان هتكون الحقيقة فقرة جميلة جدا وملهمة مع الملحن طارق عباس اللي قدر إنه يحقق لنفسه وبنفسه رغم إعاقته البصرية قصة كفاح كبيرة جدا تستحق إنها تدون في الكتب الحقيقة ونتكلم عنها فقرات وفقرات هنتكلم مع حضراتكم ومع الملحن طارق عباس عن كل الكواليس والحكايات الكتيرة اللي عنده نسمعها والحياة إنه إحنا على المصاري شخصي متحمسين جدا إن إحنا نسمع أكتر لضيفنا ونبقى معاه من خلال كل الرحلة أنا متحمس للحلقة كلها بصراحة الفقرة الأولى والتانية بصراحة جدا طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي الفصل ونرجع نبتدي حلقتنا خليكم معنا أهلا بحضراتكم من جديد يمكن خلال السنين اللي فاتت ابتدينا نسمع عن مصار العائلة المقدسة لمصر هو واحد من أهم المزارات السياحية الدينية للعالم كله الحقيقة أنه على مدار عقود كتير تم إهمال هذا المصار لحد ما من 8 سنين تم البدء بالفعل فيه مشروع تطوير هذا المصار بعد ما واجه بدا سيد رئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا الحقيقة في الشهر ده في انتظار افتتاح هذا المشروع بإذن الله علشان كده احنا النهار ده في ستوديو نقطة نظام بنتكلم عن المشروع مع المهندس عادي للجنزي المنصق الوطني لمشروع مصار العائلة المقدسة نعرف منه آخر التطورات اللي حصلت في المشروع وآخر الاستعدادات لإفتتاح هذا المشروع أهلا بحضرتك من أولا أهلا بيكم مساء الخير عليكم وعلى مصر كلها بمناسبة قرب عياد الميلاد المجيدة إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله باش منسعد لأنا عايز أفهم بشكل كده مفصل لإن عندي شغف قوي أعرف إيه هو مصار العائلة المقدسة منين لفين وبيمر بإيه تمام هو ده نقدر نقولها ببساطة لما نعرف قصة الميلاد الأول سيدنا عيسى عليه السلام اتولد في بيت لحم ثم عمد في نهر الأردن ثم هرب من بطش الملك هيروداس الملك اليهودي الظالم إلى أرض مصر قعد في أرض مصر ثلاث سنين ونص ليه هرب من بطش الملك هيروداس الظالم لأن لما جاءت نجوءة للملك إنها يقول الطفل في القرية هياخد منك الملك أمر بقت لكل أطفال القرية وكانت مجزرة كبيرة جدا جدا أمر بقت للأطفال لهم من سنة لسنة ونص وهو ده السن النسبي اللي كان فيه سيدنا عيسى عليه السلام عبد الظبط وبالتالي هرب إلى أرض مصر قعد فيها ثلاث سنين ونص ثم عاد بعد كده إلى النصرة النصرة اللي هي شمال بتلحم دي باختصار التدرج بتاع تحرك العائلة المقدسة يعني عاش في مصر ثلاث سنين عاش في مصر ثلاث سنين هي معظم طفولته عشان كده الرحلة مهمة جدا لمصر هو تربى في مصر واخد خير مصر ساعتها وجاب معاه البركة لهذه الأرض المقدسة طبعا هم دخلوا مصر من شمال شرق البلاد عند تحديدا نقطة رفح عدوا بحوالي خمس نقاط في شمال سيناء إلى أن وصلوا إلى الفرمة الفرمة دي شرق بورسعيد بحوالي عشرين كيلو دي نقطة فيها أثار مادية فيها أول كنيسة أو واحدة من الكناس الدائرية الخمسة فقط في العالم موجودة في الفرمة ثم عدوا بمنطقة الدلتا فيه تلات نقاط مشهورين جدا سخة في قفر الشيخ دي فيها الفوت برينت أو قدم السيد المسيح عليه السلام مطبوعة على أحد السخور هناك ودي مظهر رئيسي وسمنود كنيسة سمنود في الغربية ودي فيها المجور المقدس يعني كل نقطة فيها حاجة فيها حاجة علشان كده هنقول بعد كده إحنا إزاي بنبني على الحاجة دي قصص سياحية ومنتج سياحية أيضا فيها تل بسطة مثلا لما دخلوا موقع تل بسطة ده موقع أثري فيه أثار مصرية لكن كلها مهدمة كل التمثيل متكسرة لأن برضو في قصة بتحكي أنهما لما دخلوا تل بسطة كانوا بيعتبرون أن دي أصنام فتهدمت الأصنام أمامهم توركا بدخول العالم المقدس قصص كتير في المطارية مثلا اللي هي في القاهرة اللي هي شجرة مريم اللي كلنا عارفينها برضو دي عدوا على شجرة مريم ثم كنيسة مسترب وبعدين عدوا على واد النوترون الصحراء الغربية واد النوترون دي فيها أكبر أربع أديرة يمكن في المنطقة كلها في الإقليم كله أمبا بيشوي والسوريان والبراموس وأنبا مقار وبعد كده رجعوا القاهرة عند مصر الأديمة اللي هي ماري جيرجس اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي فيها مجمع الأديان وفيها الكنيسة المعلقة في نفس الموقع ده فيه كنيسة مغارة أبو سرجة مغارة أبو سرجة دي اللي استخبوا فيها ثلاث شهور ونص مغارة أبو سرجة ليه كانوا بيستخبوا برغم أنهم سابوا بيتلحم بيد علماك هيروداس لأن جنود هيروداس كانوا مأمورين بتتبعهم أنهم يحاول يجدوا أماكنهم علشان يتمكنوا من الطفل عيسى عليه السلام كان مين العائلة نقاسك هي دي نقطة مهمة مين بقى العائلة المقدسة مين المجموعة السياحية اللي احنا هنترجمها بعد كده مشروع سياحية كان يوسف النجار ده التورليدر زي ما احنا بنقول عليه هو قائد الرحلة الموجه لأنه هو اللي كان بيجيله الملك ميخايل بيرشده أن جنود هيروداس كانوا يتتبعوه أنه اهرب إلى كذا وانتقل من النقطة دي للنقطة دي وكانت ستنا مريم عليه السلام طبعا وكان سيدنا عيسى عليه السلام هو الطفل اللي موجود كان معهم في الرواية المصرية ودي مختلفة عن بقى الروايات الغربية كان معهم سالومي بنت خلثة بنت خلثت ستنا مريم عليه السلام المغامرة في القصة دي إنهم جم كل الرحلة دي على ظهر دابة يقال إنها حمار يعني ما كانوش بيركبوا حاجة ما كانوش بيركبوا مراكب أو بتاع انتقلوا فقط من البر الشارع عند نقطة المعادي تحديدا كنيسة مريم العزراء في المعادي إلى البر الغرب للنهر النيل عن طريق المركة ودي النقطة انتقالية مهمة جدا وعلى فكرة بتحمل ما يسمى سيجنيفكنس أو في علامة كده هناك لأن ظهرت صفحة الكتاب المقدس على كلمة مبارك شعبي مصر وكلنا منسمع الكلمة دي لما قدسة البابا حتى بيحتفل بأي احتفالية كنسية ابطية بعد كده وصلوا للمينيا وأشهر نقطة في المينيا هي جبل الطير جبل الطير دي نقطة على بلاتو على تب عالية قوي بتطل على أعظم منظر لنهر النيل طبعا إحنا بنقول المينيا عروس النيل طبعا والموقع ده موقع مميز جدا جدا لعلى المقدسة دي كنيسة محفورة في وسط الجبل اللي كان معمور من الحجر الجيلي دي مزهلة مزهلة ووصلوا بعد كده لأسيوت عند نقطتين هما درونكا والمحرق ودرونكا والمحرق دول أو أسيوت عموان لها أهمية قصوى في هذا المصار لأن دير المحرق تحديدا ده الدير اللي بيعتبر حج بديل لمن لما يستطع إنه هو حج اللي بتلحم عشان كده دايما الشعب الأسيوبي بالمناسبة هتلاقي فيه أعداد مهولة في درونكا في المحرق في أسيوت وبالتالي ليه لأن دي الكنيسة دشنها السيد المسيح عليه السلام بيده أول كنيسة دشنت بيد السيد المسيح كانت في المحرق في أسيوت وبالتالي المصار وتسمحوا لي أرجع تاني الترم بس أو المصطلح اللي تقالها مش سياحة دينية إحنا دايما لما بنعظم المنتج بنقول إنها سياحة روحانية فهذا المنتج إحنا بنطلقه كمصار سياحي روحاني روحاني ليه؟ لأنا مسلم مثلا معظم لما تروحي مصر القديمة هتلاقي 60% من اللي بيزوروا الموقع دي مسلمين وبالتالي إحنا طبعا مش معمول المشروع علشان ديانة معينة ولا طايفة معينة لا هو إحنا كمان بنطلقه في مصر على أساس إنه هو بيدي رسالة للإنسانية جمعين للمجتمع الدولي كله إن أرض مستقبلة كل الأديان إن مصر بتستاقل يعني مثلا مش فقط سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى وسيدنا موسى في سانت كاترين وجبل موسى سيدنا يوسف والكصة الشهيرة حصلت بالمناسبة قريب من هنا عند تلات الماريوتية في الهرم هناك الكصة بتاعت سيدنا يوسف عايزين نتوقف مع حضرتك عند كل النقاط وزي محضرتك قلت كل نقطة وليها قصة تروى من سيناء ولحد أسيوت ومصار العائلة المقدسة اللي بكل يتأكيد هو مشروع تنموي سياحي عملاق يخودوا قطاع السياحة وإحنا يعني في أمس الاحتياج لده عايزين نقف عند كل نقطة شكل التطوير اللي تم فيها الوقت اللي أخدوا هذا التطوير وأدواتنا إيه في هذا التطوير وزي محضرتك بتقول في دلائل سواء أبر موجودة أديرة وكنائس عن مرور العائلة المقدسة من هذه النقطة طبعا هو بالمناسبة المقدمة اللي هو محور عمرانيا كودو قطاع السياحة هذا المفهوم التنموي اللي احنا بنشتغل به المصار عدى بحوالي 25 نقطة معظم هذه المناطق مناطق فقيرة ومهمشة معظمها كانت بتقع في الدلتا وفي صعيد مصر وبالتالي كان هدف المشروع زي أن نعمل منتج سياحي يعد على زيانات عدي مثلا جبل الطير في المينيا طبعا دا المنظر الراهن دلوقتي كانت الكنيسة حالتها صعبة جدا تم ترميمها بالكامل وتم حماية الجبل نفسه من التشققات اللي كانت نتيجة الصرف الصحي الغير منتظم من القرية المجورة كان الجبل نفسه معارض للتصدع يبقى فيه خطورة كبيرة دي معنى أنتو عملتوا تطوير في القرية المجورة؟ آه هي دي النقطة احنا مش بنطور الموقع فقط أو الكنيسة أو الدير احنا بنطور الموقع والكنيسة والإطار العمراني المحيط لأن هدف المشروع زي ما أنا بقول مش فقط أن أنا أكتذب سياح للموقع لكن هدفه تطوير الإطار العمراني المحيط عشان أسري التجربة السياحية وعشان يبقى فيه فنادق وإيكولوجي بقى احنا هنا حتى النمط اللي مشتغل به بنقول عليها فنادق بيئية إيكولوجي عشان تحاكي الفترة التاريخية اللي عدت فيها العائلة المقدسة ودايما الفنادق حتى اللي احنا مقررنا دي شجرة مريم في المطارية طبعا اللي يروح المطارية دلوقت لا يمكن يشوف المطارية قبل كده خالص ما كانش حد بيعرف يمشى على رجلية عشان يوصل للمطارية زحم مرورية غير عادية يمكن فيه موجودة بعض الصور التانية اللي هو ازاي ان احنا ما طورماش بس الموقع بتاع شجرة مريم في المطارية مدان المطاري شارع المطاري شارع الكبلات الواصلة من هذه المنطقة لطريق الدائر القليمي وده انتفاع كبير لسفتان طبعا غير يعني الفوائد الاقتصاد والسياحية وفي نفس الوقت حتى في كل موقع بنروح بنشوف الإطار العمراني اذا كان فيه شكل مهذب للمباني أو المنشآت بنبتد نطورها علشان مثلا دهان الوجهات بلون واحد كلها في المباني المحيطة توحيد وجهات المحل السياحية اللي كانت بتمارس انشطة عشوائية بتؤدي الى تداخل غير عادي يعني مش ممكن ساحي خش لاي فيه باع جائلين وفيه ورش حدادة وفيه ورش نجارة وغيره الكلام ده ما حصلش طبعا نتيجة ده المينيا برضو ده المينيا شجر موقع جبل الطير لكن احنا كنا بنهتم كمان ان احنا بنعمل حوار مجتمعي مع الناس والاهالي الموجودة بحيث ان احنا بنقنعهم ونديهم إفدنس ونديهم إثبات وده برضو جبل الطير لما السايح بيجي قد ايه نشاط الاقتصادي بيتحسن فبيحولوا النشاط العشوائي بتاعهم الى نشاط سياحي يعني اللي يقدر يبيع منتجات سياحية وحرف يدوية تباع للسائحين دي بتدي له دخل مباشر بالعملة الصعبة في مكان انتاجه يعني كان فيه استجابة بشمال استجابة غير عادية لا دي بقى جبل الطير نفسه يعني الدير فوقهو على الجبل نفسه من بعيد وعلشان كده احنا كمان بنقول اللي تحت ده عند الشجر ده نهر النيل نهر النيل يبعد 800 متر فقط عن الموقع ده علشان كده حتى وحنا بنشتغل مش بس بقى تطوير إطار عمراني أو تطوير الموقع ده احنا كمان درسنا إزاي نعمل ميرجنج إزاي ندمج منتجات سياحية أخرى مع مصارع العائلة المقدسة علشان نعظم العائد فالسياحة النيلية الانتقال من النقاط إلى أخرى نقدر السائح يأخذ مركب سياحي ينتقل من موقع المعادي اللي هو على النيل مباشرة وانتقل به إلى نقطة بعينية حتى وحنا بنفكر هل فيه منتجات تتوافق مع هذا المشروع لا لا لقينا أقدم ضرب رهبنة في العالم في بني سويف يقع على النيل مباشرة هو دير الميمون وده أقدم ضرب رهبنة في العالم كله لأن مصر هي من أنشأت الرهبنة في العالم كله فبنعمل سطوف في بني سويف عند ضرب الرهبنة ثم يستكمل الرحلة إلى جبل الطير اللي هم وشارتها على نهر النيل ويستكمل إلى أسيوت كل ده عبر نهر النيل احنا 25 نقطة 25 موقع مخلصين تقريبا قدي تقريبا مخلصينهم كلهم فقط الموقعين اللي هم بطوء أسيوت مش بنقول مش مخلصينهم العمال شغالة فيها وهي على وشك الإتمام يعني بنهاية الشهر الحالي بإذن الله طب أنا لو دلوقتي عايز أخد المصار ده أروح يعني أخد عربيتي وامشي ولا أروح فأني اتجاه تمام ولا يبقى فيه وفود كده بتروح هو علشان المصار ده احنا بنسميه أطول مصار روحاني في العالم داخل الدورة واحدة هل أنا آسف أنا آسف يا بشوانز هل المصار إن هم جم بطريق ولما رجعوا بنفس الطريق ولا راحوا بطريق جم في طريق ولما رجعوا ورجعوا في نفس الطريق إلا في حتة صغيرة قوي عند الدلتا ودي لها قصة برضو بتتحكي مهمة قوي إن أنا أقولها لحضرتك لما جيه الملك مخايل يوسف النجار قال له وهو راجع عند الدلتا قال له إن جنود هيروزا تتبعوك وعرفوا مكانك فغير المصار فأما غير جزء صغير قوي من المصار عند الدلتا وحتى نلاقي الخريطة بتاعتها المقدسة المعتودة من قدسة البابا شنودة الله يرحمه دي كانت موجودة في طريق الزهاب هي نفس الخريطة في طريق الرجوع إلا في الحتة دي بنلاقي فيه زي ما نقول لوبينج كده الشفتنج حصل فيه المصار الرجوع عند الدلتا ثم رجعوا إلى نفس الطريق والرجوع ما كانش اللي بتلحم الرجوع كان عند الناصرة شمال بتلحم حيث بدأ السيد المسيح عليه السلام رحلة التلمزة ورحلة التعاليم المسيحية والفكرة ابتدت عند البابا شنودة صح؟ اعتماد الخريطة بالمواقع إحنا ليه بنقول إن إحنا لدينا شركاء تنمويين مش وزارة السياحة والأثار بس اللي بتشتعال واحدة من أول المشروع كان دايماً وزارة التنمية المحلية على سبيل المثال لأن هي دي تطور الأحياء اللي موجودة فيها والمحافظات وبعد تهي اللي بتنصف بين الوزارة وبين المحافظات ودايماً كان جهاز التنصيق الحضاري هو اللي بيدقق العناصر المعمارية واللي فتاة الإرشادية والمورية اللي تمت في كل المواقع الكنيسة المصرية كانت هي المرجعية التاريخية والدينية اللي دايماً بنرجع لها كل ما بنحتاج نعرف قصة أو تاريخ وبتحدد لنا الموقع الكنيسة المصرية كان المصار محدد بتوقيع قدسة البابا شنود الله يرحمه ثم في بداية ترسيم قدسة البابا تودروس في نهاية قبل نهاية 2013 الدولة لما شرعت في البدء في تطوير هذا المصار اعتمد قدسة البابا وبارك جهود الدولة علشان حتى نبتدي نخاطب منظمة اليونسكو وهنيجي نقط اليونسكو لأن الملف أعلن على قائمة التراث العالمي اللي لا ما دي دي حاجة ممتازة جداً بقى له حوالي 20 يوم ودي مفاجأة صارة جداً اللي احنا أعلنها على مصار اليونسكو ليه بنقول 2013 في نهايتها التاريخ مهم جداً جداً حضرتك في المقدمة سامح بيه كنت تتكلم على أن المشروع ده كان لعقود طويلة متوقفة أنا بقول لحضرتك أن لولا الإرادة السياسية بتاعت فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي متى من هذا المشروع المشروع احنا بدأنا لأننا لقينا فيه إرادة سياسية فعلاً حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم الإرادة السياسية لما تحققت نزلنا ولقينا أن كل الأمور سهلة وأن كل ما يقال عن صعوبة التحرك على هذه المواقع كان عبارة عن مجرد كلام كان فيه توافق مجتمعي غير عادي إحنا لم نتخيله المسلمين قبل مسيحيين على إتمام هذا المشروع لروحانيته ولحبهم للعائلة المقدسة جداً التحديات الثانية التحدي العمراني العشوائية الشديدة جهود الدولة اللي بتحصل ما كانتش غايبة خالص عننا وإحنا بنشتعل في المشروع استغلينا كل طريق ضمن المشروعات الطرق القومية اللي بتتعامل 7000 كيلو علشان نشوف أكسس أبايت علشان نشوف منفز يوصل لمناطق ما كانتش بتعرفت الدخل ولو حتى في طريق ترابي كان فيه مواقع منعزلة والتي كان أهم عنصر التطوير إن احنا نوصل طريق سياحي آمن لكل هذه المواقع وإذا تم ده كان تحدي كبير قوي قوي يعني عايزة حقيقة تكلمنا برضو عن التعاون مع دولة الفاتيكان والتعاون مع منظمة اليونسكو في هذا الصدد لأن احنا قلاص بنتكلم عن افتتاح آخر الشهر واستعداداتكم ايه لهذا الافتتاح لأن افتتاح الأماكن السياحية الكبير بيخلي العالم كله أنظره بتتجه وإحنا شفنا قبل كده ده في موكب المميوات والافتتاح الضخم اللي حصل خل العالم كله ينظر إلى مصر بعين مختلفة صحيح يمكن احنا لما نتكلم برضو على الترويج يمكن المشروع ده الوحيد للدرس استراتيجيا لأنه إحنا بقنا ثمان سنين فيه مش ممكن بعد ثمان سنين ننتظر عن الترويج للمشروع لا إحنا اتبعنا خطة إن إحنا نبتدي نروج بالتوازي مع العمل في المشروع في أكتوبر 2014 تحديدا عندما طرحت مصر هذا المشروع للعالم إحنا عملنا ما يسمى برزنتيشن أو عرض تقديم لستراتيجياتنا في العمل دعينا في أكتوبر 2014 كل سفراء الدول الأول الأسواق المستهدفة أنا أقصد أقول الأسواق المستهدفة لأن هناك أسواق رئيسية بيجميعها الحجيج المسيحي أمريكا اللاتينية أكبر سوق مستهدف دول شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفيت القديم بعض الدول الأفريقية وحاجة بدون نسميها اللونج هول اللي هي الشرق الأقصى الأسيوي اللي هو كوريا واليابان والصين وإندونيسيا دعينا كل سفراء هذه الدول للحضور للتعرف على المشروع القومي اللي بتزمع مصر أنها تطلقه في الفترة الحالية جم وعملنا لهم بريزنتيشن وكان مصاحب لهم أكتر من 30 وسيلة إعلام عالمية غطوا كل هذا الحدث وعملنا لهم زيارة ميدانية لهذه المواقع كان برضو الهدف التالي أن ناخد تعليقاتهم إحنا كان مهم أو نسمع للخبرات الدولية لما يقول ليه لأن كل الناس دي مرت بمصارات عالمية شهيرة زي سان جيمس مصار سان جيمس ده بيعد من فرنسا أسبانيا إلى برتغال حتى طريق الحرير نفسه سلك رود لأننا بنقول مش ديني بنقول روحاني طريق الحرير بيعد بخمس دول في أسيا عملوا آليات تطويرية وترويج ليه استفدنا من كل ده لازم استفيد صح بالضبط وبدأنا العمل الفعلي على الأرض بداية من 2015 للنزول على هذه المواقع الزخم التنموي دفع دولة الفاتيكان وقدسة بابا الفاتيكان ويجي يزور مصر في 2017 وأعلن آيكونة العائلة مقدسة على كتالوج الفاتيكان للحج المسيحي في العالم دي كانت نقطة انطلاقة ترويجية غير عادية الله وبعدها على طول ابتدينا بالتوازي كنا شغالين في ملف اليونسكو ملف اليونسكو اللي سجلنا فيه كل الاحتفالات اللي بتقام على هامش دخول العائلة المقدسة لمصر كان هدفه ان احنا نعكس كل استقافات من اول ما دخلت العائلة المقدسة لكن كان الملف فيه شرط ومعيار قوي جدا عشان يعلن هو ان تكون هذه التقاليد والتقوص الاحتفالية تمارس حتى اليوم واعلان الملف مش مجرد اعلان لا ده بيثبت ان مصر حفظت على تاريخها وتراثها وسطافتها وما زالت تحييها وتمارسها حتى اليوم اعلان الملف ده ادى صورة عظيمة لمصر فعلا على قدرتها على الحفاظ على عائل التاريخ راح اتعلم قدسة والدين المسيحي جزء من تاريخنا زي ما اليهودية حتى جزء من تاريخنا احتطورنا على فكرة المعبد اليهودية في اسكندرية لان ده جزء من تاريخ المصري في ساعتها وطبعا مجمع الاديان في مصر الاديان مجمع الاديان ده انا عملت فيلم تسجيلية عنده ده حاجة اتطور بكامله اه 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 وحاليا دلوقتي هو داخل ضمن المشروع القومي مشروع تلال الفستات فالتطوير فيها يبقى تطوير عظيم جدا 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 على شكل انتهاء برضه في الحقيقة الجهود التاريخية دي تمت اثناء العمل في المشروع وبدأنا نستقبل وفود من رؤساء الكنائس في الاسواق المستهدى دي كانت اهم حاجة يعني الكنيسة المسكونية الانجليزية كناس شرق اوروبا استقدمنا رؤساء الكنائس الهدف والفايدة الكبيرة من استخدامهم كل كنيسة يتبعها تمانين كنيسة والمؤمنين في هذه الدول بيروح للكنيسة يسأل عن ايه المسارات الروحانية اللي ممكن ازورها عشان اتبارك بيها فبياخدوا النصح والارشاد من رؤساء هذه الكنائس كلهم جم مصر ابدوا اعجابهم شديد بالجهود اللي مصر بتعملها فبيرواجوا لهذا المشروع مع ملف اليونسكو لان السائح دلوقت اصبح سائح مصقف ومتعلم يستخدم الانترنت يقدر يخش على الانترنت ويدور ما هي المواقع والمصارات المعتمد على اليونسكو بيلاقي مصار العائلة المقدسة فبياخد كرار السفر ساعة طب اخيرا اخيرا ناقص بشكل مختصر كده لو انا عايز اخد مريم وفاطمة بناتي وعايز اوريهم ايه هي مصار العائلة المقدسة ايه بشكل مختصر كده اعمل ايه طيب ربيني يبارك فيهم يا رب ويخليهم علشان نفرج احنا المصار ده زي ما قلت طويل جدا ما تقداش تاخده في رحلة واحدة الا في رحلة حج مسيحي حج مسيحي يجي قدريج ياخده ياخد 21 يوم تمام وبالتالي احنا قسمناه الابشنز اه اجزاء يعني مثلا ان شاء الله لو فاطمة ومريم عاوزين يزوروا في نقطة قريبة ويحسوا بالمصار هيروحوا مصر القديمة عند مجمع الاديان اللي هناك هيزوروا الكنيسة المعلقة وابو سرجة ومعبد اليهودي في ضهرهم ومجمع عمرو بن العاص في نفس المنطقة وبعدين يطلعوا على منطقة ايه بقى الازهر والحسين هتخيل ان ده مجمع اديان رقم اتنين اكتشفنا احنا شغانين في المشروع الازهر والحسين في ضهرهم كنيسة حلة الحديد اللي هي زويلة كنيسة زويلة ده نقطة مرور عائلة مقدسة وفي ضهرهم معبد موسى بن ميمون مجمع اديان رقم اتنين وبعدين ممكن بعدها يطلعوا على شجرة مريم في المطرية كلهم في نفس الاطار كل دي ساعات بقول لحظة يعني ساعتين ثلاثة اربعة على خط وعندين على نفس الخط وعندين يرجعوا يستمتعوا جدا بزيارة كنيسة المعادة على نهر النيل اللي هي برضو في الكهريبة احنا عملناهم لوقفو اوبشن وان دي يوم واحد فقط واعتقد كمان باشماندس ان بالقطار الكهرباء الجديد ده اعتقد ان المسألة هتبقى اسهل بكتير انك توصل لابعد النقاط عند اسيوت فيما لا يتعدى ثلاث ساعات دي نقطة مهمة جدا لانه المشاريع دي بتتعامل الناس ما بيبقاش عندها تخيل لبعض نظر هتعمل ايه المشروعات دي احنا دايما وحنا عشان بيشتغل في التخطيط الاستراتيجي احنا دايما بنلم بكل اللي بيحس عشان نسخروا لخدمة الهدف ده طرق المشروعات والكتار الكهربائي طبعا ده بيسهل في حركة الانتقال السياحي يا رب دايما احنا في تقدم ويا رب دايما احنا شايلين اسم مصر يعني فوق الدنيا كلها ان شاء الله متشكر جدا البشمهندس عادل الجندي المنصق الواطن المشروع مصار العائلة المقدسة نورتنا وشرفتنا شكرا وشكرا لقناتكم لان هي بتعمل ترويج سياحة المشروع برض شكرا جزيز بعد اذنكم بقى فاصل ونرجع نستكمل الحلقة مع حضرتكم ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 في قناتنا الجميلة دي ما هي البداية بداية الحياة ولا بداية المشوار المدرسة ولا بداية دخولك للموسيقى مشوار الفني الموسيقي واذا كان في حاجات في الطفولة مؤثر على هذا المشوار وهيك تحب تتكلم عنها بصي هقولك الحاجة بداية انا اشرف باني كنت في مدرسة اسمها مدرسة معهد النور دي في حمامات القب دي كانت لفاقد البصر لكنها كانت مدرسة منورة بمعنى كلمة منورة بفكرة الإيمان بقدرة زاوي الاحتاجات الخاصة او المكفوفين على انهم يدركوا مكامل التمييز في نفسهم بمعنى هي عارفة انه مكامل التمييز للشخص الفاقد البصر هو ودنه اللي يقدر يشوف بيها العالم ويحس بيها العالم ويدرك بيها كل شيء في هذا العالم هو الأذن فكان همها من اول يوم دخلت في المدرسة انا لا انسى ابدا انه كان عندي رجل عظيم كان مدرسة تربية رضيه اسمه بابا عبد الرحمن حامد ده يعني من الشخصان حضرتك متذكره لغاية دلوقتي طبعا لانه هذا الرجل اول جملة كان يقولها لنا شوف بودنك اتعلم بودنك حب بودنك وفعلا انا كنت بعشق يعني مثلا انا اول واحد عارف الحب وعنه 6 سنين ده كم جد يعني كنت بحب المشرفة بتاعتي معرفش كنت بحبها حب عاطفي ازاي وكنت بستمتع جدا بان هي اكيد كان صوتها رقيق يعني جدا صوتها رقيق جدا وكانت اخلاقها جميلة جدا وزي ما قلت الحقيق المدرسة نفسها كانت حطة ضمن اهم اولوياتها ازاي تخلينا نحب الناس من خلال احترامنا لنفسنا وحبنا لنفسنا واكتشافنا المكان من التميز في نفسنا الودن بالنسبة لنا كانت اساس فكان بابا عبد الرحمن يمشينا كده مثلا في المدرسة يقول لنا اعرف الحاجز ده نقعد نسقف كده بايدينه لما نقرب للحيطة نقرب للحيطة تلاقي السقفة شكلها ايه يختلف فتتعود بودنك انك تعرف الحاجز فين وعلى بعد قديك الناس تقول لك اين هربت ساعات اعمل يعني وانا ماشي مع حد زي حضرتك مثلا فهتخبت في حاجة فهروح متوقف وانت بتشوف هو مش فاهم وانا بدحك عليه انا مش بشوف ولا حاجة لكن انا حاسس انه ان انا يعني المكان اللي هو بيتكلم عنه ده عمل صوت معين فخلاني بعيدت عنه اجي مثلا اماشي مثلا في مكان اروح داخل الشمال عرفت ان الشارع خلص وادخل في الشارع اخر انا دكتور شبراوي فكنت ايه الامام بتاع الجامع عندنا كفيف فكنت بوصله البيت وارجعه ووديه الجامع فكتير قوي نبقى وحنا ماشيين زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده يا اخد باله من حاجات حتى وحنا جوه الجامع فكانوا صحابي هادير يقوليلي يا ابني ده انفتح اكثر منك هو اخلي بال حضرتك انا دايما بقولي انه مفيش حاجة اسمها يعني انا الفرق ما بيني وانا راجل مش بشوفه وبين حضرتك وانت راجل بتشوف في ايه تفتكر ايه انه انا ما بشوفش اللي انا عايزه وانت بتشوف اللي مش عايزه واحد الله اختلفناش صح كده ولا ايه يعني انت ممكن تبصت لقي يعني انا انا ماشي بسنا نفسي تتفرج على الجمال ده لكن انا بحسه بطريقتي انت حداج وانت ماشي انا قاسف بتشوف مناظر وحشة جدا تبتقولي ياه لو انا ما بشوفش كان اجدع يمكن علشان كده دكتور احنا كنا نحب الاذاعة اكتر من التلفزيون يعني نحب خيالنا يسرح اكتر الله عليك انت عارف انت عايز تستمتع شوف يعني حس بكل حسة كما يجب ان انك تحس بها بمعنى ايه ما تشوفش بودنك لا اسمع بودنك احنا من ساعة ما تعلمنا نسمع بعنينا الدنيا بوزد معنى ان بقيت الناس لك هي اللي بيتغني دي حلوة ولا وحشة شكلها جميل لابسة في وسطان مش عارف عامل ازاي طب خرجنا برا دايرة الصوت الحلو وروحنا للشكل الحلو بقى الجوهر مش مهم زي المظهر وفكرة استاذها دير ان الواحد يبقى عنده من جواه قناعة ومش بقولي الكلام ده على فكرة لولادي علشان يبقى نوع من يعني ان انا بسهل فكرة انه انه الواحد حاسس او مش حاسس عنده مثلا نقص في حاسة من الحواس لا انا بقول فعلا كلنا عندنا نقص في الحواس بدرجات مختلفة المهم ان تكتشف في نفسك مكمن التمييز انت تقدر على ايه طب دكتور طارق حضرتك اكتشفت في نفسك امتى مكمن التمييز في الموسيقى ابتدى الموضوع امتى من المدرسة اللي كانت بتعلمني ازاي اسمع مزيكة وازاي احب المزيكة احنا عندنا كانت الحفلات دي شيء مقدر ومقدس كل سنة كان حفلة عيد الام دي حاجة ملهاش حل حصة الموسيقى حاجة ملهاش حل مسرح المدرسة حاجة ملوش حل ده في ابتدائي يا دكتور اه في ابتدائي طبعا فاكر كنت بتغني ايه في ابتدائي في الحفلات دي كان حاجة يعني انا افتكر مثلا هقولك ايه ولا ايه ما تفكرنا بالعود كده انت اول واحد يسألني السؤال الغليب ده فكرة منسيت انا لكن مثلا ايه افتكر كان عندنا قصة صلاحي يقولك الوزة لها جناحين رشهم ابيض حلوين وعنيها مدوارين اول متؤوم من نوم تجري على الميتعوم واتغني غنى مفهوم اليانم وكلسوم حاجة كده فيعلمك ان الغنى المفهوم من مين من ام وكلسوم ايه كانش فيه ايامها مهرجانات بقى ولا حق اسجوء والحاجات اللي انا بنسمعها دلوقتي دي واخد بالله حضرتك فتربية الزوء تعلم تربية الودن تعلم تربية النفس تعلم تربية الاخلاق طبعا فالمدرسة هي اللي علمت فينا ده وعودتنا على ده اكتشفت المزيكة امت معليش ردنا على سؤال الأستاذ هدير ان انا انفع موسيقي كويس في مرة جزيبت على بيها كسبة بيضة كان عندي صديق عمري انت تقولها واحنا نقولك بيضة ولا مش بيضة لا هي بيضة انا متأكد كان دايما فكرة التنافس كانت بالنسبة لبابا مزعجة جدا انا كان يقولي انا عايز اشوفك طه حسين وعلى ما دخلت المدرسة كان المتفوق علينا والاول على الفصل على طول كان اسمه او الاعلام الكبير دلوقتي اشرف غريب فكنت تشوف اشرف ده على طول متفوق وعلى طول بيجيب النمر النهائية كنت اتغاز قوي واتغاز مش عشان هو بيجيب النمر النهائية لو بابا ما كانش واخد باله ما كانش هتفرق لا انا كان بابا يعود يقنف فيه اشمع انا اشرف وانت لا طب اشرف يعزف موسيقى وانت لا طب مش عارف فجد في اولي سانوي جي في مرة في قاعدة كده بيقول لي انت ما نفسكش تعزف قال لي ازاي بابا ده انا عازف عود جبار جدا قال لي بتكلم بجد قلت له اه انا بعزف عود حلو قوي خدت جملة وخلاص ما معلقش في الاسبوع اللي بعده جاي بياخدني من المدرسة كان عندنا عربية فية قديمة كده جي خدني وركبني العربية وبعين قال لي حط ايدك جمك فبحط ايدي جنبي لقيت العود عارف اللي رميته في البحر يا نهر ابيض عود ده رتخضيت لك دلوقت العود ده كان جايبه بخمسين جنيه بالمناسبة خلاص قال لي ده انا اجيبه لك بخمسين جنيه والخمسين جنيه كانت جنيه يعني جنيه يعني اه طبعا واخد بال حددك فسمعني بقى حاجة الفريد الاطرش الربيع انا الدنيا بقيت شتة كلها خلاص في غيوم ومطر ربيع مين يا عم مسيكة العود يا أستاذ سامح انه طلع نغمة واحد ربنا اه انا عايز جامد وهو يعني موظف بسيط ما كانش غني يعني فطبعا اول ما شاف الحكاية دي ما علقش قال لي حط العود يا ابني بس تم بالذكر فريد الاطر تم احنا عايزين نسمع انا طمعان جدا في حاضرتك انت طمعه اه ايوة عايزين نسمع حاجة للفريد الاطر بعد ازن حاضر انا موسيقى 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 الله 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 شكرا موسيقى 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 عطلت الدنيا ونسبة الإقبال على الأجانب في مصر بقيت قليلة جدا فالفرقة شوية عددها قل كتير قوي عن الأول كأجانب لكن كمصريين لسه بنعمل حفلات ونعمل حفلات كويسة الحمد لله أخيرها كانت من حوالي أسبوع تقريبا في معهد الموسيقى العربية برضه وده كان تحت إشراف در الأبرى المصرية طب دكتور بعد إذن حضرتك اعتبر الفرقة زادت عضوين إحنا أجانب أنا وهدير أنا من أفريقيا وهديرها هي أمريكا اللاتيناية ألف مبروك على الكاز وبعد إذن حضرتك عرفنا يعني إيه أو إزاي نتعرف على اللغة العربية عن طريق المزيقى هقول لحضرتك أنت عارف أن الجملة في اللغة العربية كام نوع أنا اللي بسألك كام نوع؟ نوعين اسمي وفعلية يا سلام عليك يا سلام عليك جملة اسمية وجملة إيه؟ فعلية صح يا هدير؟ أه صح أنت بأكيد أقول له لا أنا أجنبي أعنا أرجنتين جملة اسمية أه أنت قلبي مش دي جملة اسمية؟ أه دي فيها مبتدأ وإيه؟ مخابر مخابر المبتدأ فين؟ أنت صح؟ أه فيه حد يقول أنت ويسكت؟ لا قلبي طيب ساعات الجملة بتبدأ بتبقى جملة اسمية بس يبقى تقدم فيها الخبر على الإيه؟ أه على المبتدأ بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود صح كده؟ صح طيب ساعات بتبقى الجملة فعلية طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع هنا الفعل طلع طلع والفاعل البدر من اللي طلع؟ البدر وجب إيه اللي وجب؟ الشكر يبقى برضو الوجبة هي الفعل الشكر هي إيه؟ الفاعل بس طلع هنا ووجبة مبنينة على الفتح ليه؟ لأنهم ما اتصلوش بأي ضمير بتاق الفاعل أو منون النسوة أو ناق الفاعلين طب يا جماعة لما بيتصل بتاق الفاعل بيبقى مبني على السكون أيها المبعوث فينا جئت بالجئت صح كده؟ جئت شرفت طب يا جماعة شرفت طبعا لما أنت تقول لهم الكلام ده مكتوب الفاعل الماضي مبني على الفتح ده دي حفظ أكتر بالضبط كده أنت بتثبت جواه ولاحظ بقى حاجة كل الحاجات اللي أنا بقولها بتاعة التأمي يعني هي من عمق بيئتنا الشرقية يعني هتلاقي الربع تون فيها واضح جدا ليه بقى؟ مش هو بعايز نتعلمه مش إحنا فرحانين قوي إن إحنا بنروح نسمع لغون الأجنبي ونقول للناس إحنا عظماء لما نطلع نغني أغاني مش شكلنا ولا شباهنا بنتباهها طب حلو قوي طب ما هنعلمهم يا تباههم ما كمان نشمعنا إحنا دايما يعني شايفين الغريب أحسن طب ما هو كمان يتعلمنا ويحبنا ويسمع وعلى فكرة أنا في أغنية اللي عملتها اسمها تحيا بلدي أنا بس أنا طبعا مش يعني مش هتحضرني كلها الأغنية دي الأجانب غنوها وكلها ربع تون يعني بس أيوة وبتقول إيه بلدي 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 يا رسمة صاماريك فيها مصر يا أجمل بلد تتحب بلدي 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 يا زرعة شوق مروية بلدي يا شمس تخر تشرب بلدي 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 كلهم بيغنوا ده وبعد كده كل واحد بيطلع يقول رسالة لمصر ويختمها بايه تحيا مصر تحيا بلدي وتخيل بقى لما البرازيلي يقول تحيا مصر تحيا بلدي لما الأمريكان يقول تحيا مصر تحيا بلدي كانت الناس في الأبرة بتعيط طبعا الفكرة أنا أزعم أن هي كان ينفع تكبر وتبقى أكبر وأكبر لو كانت لقيت شكل أي شكل من أشكال الدعم لكن برضو من الحاجات اللي برضو الواحد يتمناها أنه أنه الناس تنتبه لأنه أحسن حاجة في الدنيا الناس يتعلمك بعد أنت بعد كده أنت يتعلمها يعني هم يعرفوك الأول صحيح ده اللي خلى كلية الأداب جامعة القاهرة تكرم حضرتك مؤخرا طبعا أنا 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 إحساسك إيه بقى وكواليس التكريم ده عامل إزاي أنا مركز اللغة والثقافة العربية ده أساسا تابع لكلية الأداب فهم طبعا على دراية بالمجهود الواحد يبزيله في فكرة أو حوالين فكرة أنك إزاي تنعش اللغة العربية وتخليها مرغوبة ومطلوبة بالنسبة للآخر والآخر ده مهم جدا في حياتك يعني لازم يحبك علشان يتفاعل معاك طبعا فانطلاقا من إحساسهم بأن أنت بتقدم شيء مختلف وده شيء أنا أصرف بيه جدا دكتور سامي سليمان هو رئيس قسم الله العربية بالاتفاق مع الأسادزة الموجودين يعني قرروا أن هما يكرموني وده شيء أنا أفخر بيه جدا وكان تكريم مشهر في الحقيقة والحمد لله الحمد لله يعني أنا باعتبر أنه دي من أهم الجوازي اللي خدتها في حياتي كلها طيب دكتور عايزي نتكلم عن الكتب والمؤلفات ويمكن آخر كتاب صدر لحضرتك هو كتاب أيامهم الأخيرة يمكن بتحدث عن شخصيات يعني مرموقة سواء بنكلم على آخر أيامهم في الثورات وغيره مسألة الكتابة ابتدت إمتى وإزاي تطورت؟ أنا طبعا خريج لكلية الأداب والكتابة في دمي يعني أنا أعشق الكتابة تأليفا وشعرا طبعا شعرا أنا لا أدعي أن أنا شعر لكن أنا بإنساس يعني كتبت لحضرتك شعر ولحنته آه طبعا أنا عملت حاجات كده أزع منها كويسة أتصور أتصور كده لكن كمان بالإضافة لده أنا كنت بكتب ومتعود على الكتابة ولي مقال إسبوعي في جريدة المصر اليوم طبعا دي جريدة مستقلة من 2005 لحد النهاردة وكتبت في الوفد برضو وكتبت في الأهرام يعني كتبت في فجارات كتير فالكتابة مش بعيدة عن حضرتك فالكتابة بالعكس الكتابة نفس بالنسبة لي وطريق إلى أنك يعني تستمتع بكل شيء حواليك وعشان تكتب لازم تقرأ وأنا كمان من عشاق القراءة عملت الحقيقة مؤلفات حوالي يمكن 8 مؤلفات كلهم أشبه بسير ذاتية لأن أنا مؤمن بأن الشخص هو بداية أو نقطة الانطلاق لأي شيء جميل يعني إذا أنت عرفت نفسك هتقدر تنجح وأنا اتكلمت عن الناس عرفت نفسها كويس اتكلمت مثلا عملت كتاب اسمه رحلة إلى كوكب الشرق ومكلثوم فارس السياسة المصرية مكرم عبيد أمير الشعراء أحمد الشوقي شعراء العصر العباسي تحت المجهر عملت عقول أضاءة العالم وده تعمت أن يكون عن من لهم بصمات حقيقية وتأثير كبير في تاريخ الحضارة الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة اتكلمت عن جون ميلتون اتكلمت عن جون ناش اتكلمت عن هوميروس هوميروس اتكلمت عن بشار ابن بورد اتكلمت عن قبل علاقة لا كمان اتكلمت عن شخصيات أجنبية كتير الحقيقة هيلين كيلر يعني لويس برايل كله سير ذاتين كل الشخصيات اللي كان لها تأثير علشان برضو علشان احنا عندنا أزمة في المجتمع بتاعنا برضو لازم حاجة تبقى عارفها كويس طب انه دائما علشان تقنع الناس بخدراتك محتاج جهد كبير قوي الحقيقة وده انا شايف نوع من يعني من عدم الانصاف مش عايز اقول الظلم لانه انا مش مطالب ان انا كلما عاوز اعمل حاجة اعد اقنع فيك ان انا قادر وان انا شاطر وعلى فكرة كمان انا ضد فكرة ايه قاهر الظلام ومتحد الاهاقة والقافز من جبال الهملايا والحاجات المرعبة اللي احنا بنسمعها ومش شايف انه في اي بطولة لأي حد بيتجاوز اعاقته لا هو هو البطولة في الانتصار على المجتمع انك انت تقدر يعني تخلي المجتمع يسمعك يشوفك طبعا زي ما انت سامعه كويس وشايفه كويس طبعا يعني يعني تفصيل اكتر شوية هو فقد البطر لا يعرف اللون انا لما سألنا على احمر ما عرفوهش الله بيض ما عرفوهش انا جمارة واحد بيقول لي انت هو انت بتشوفني في المنام قلت له يا ابني ما انا لو بشوفك في المنام هشوفك في الحقيقة انا بكلمك بجد ما انا لو عارف فكرة الابصار اصلا هي فكرة الابصار برا الخيال وبالتالي فكرة الابصار ما تمثلش مشكلة يعني انا ما بشوفش خلاص هو من سمات الانسان التكيف هو بيتكيف صح بيقدر يتكيف مع ذاته طب هي ما عندهش مشكلة المشكلة في مين في الاخر اني شايفه ما بيشوفش مصبوط لكن هو بالنسبة له طب والخيال شغال صح الودان شغالة اللمس ده ده بيحسس تحسيس ما حصلش طب يعني بيعرف يقدر يدرك جمال الاشياء عنده خمسمائة وسيلة يقدر يدرك بها جمال الاشياء لكن المجتمع لا يدرك جمال النفس اللي جوه هذا الانسان وبالعكس ممكن يوصل بعضهم لمستوى يعني في الدراما ظلم المعاقب ظلم بيّن جدا لما مثلا تتفرج على الشموع السوداء بتاع صالح سليم هو لازم اللي ما بيشوفش ده يتضحرج على السليم وقع على نفوخه علشان يفتح طب ما هو ممكن ما هو ممكن جدا يفتح بطريقة تانية يعني وممكن ما يقول لا يا دي حاجة في الدراما يعني لا يعني عايزة لا مع الدراما لما تصور الموضوع كده وفي كله بقى فجأة فتحت يا ماما وتبص ليه قاعد بيرقصه يا عم انت لو فتحت هتتجنن أصلا يعني أنا لو ما بيشوفش النهاردة وفجأة فتحت هموت ليه؟ لانه مدركك وخيالك كله تلخبط انت بتقدم سورة مش حقيقية ليه؟ يعني انت فهمني يا أسه يعني فهم حالك أنا أقصد إيه؟ يا أسه السامح انت النهاردة متعود على انك تاكل الفراخ محمرة فجأة راح أقدمها لك ناية نفس صعوبة نفس صعوبة انك تبصر وأنت لا تبصر يعني دي بأسألة أنا شخصيا أنا لا أتمناها مثلا ولو حظت مش هروح لأم لأم فتحت يا ماما الله يا ماما دبيني مصمار في عيني خينها هرجع زي ما كنت علشان الخيالها هي تلخبط انت فهم؟ بس فهي القيمة التكيف والإبداع الحقيقة في أبها صور دقصة طبعا الفكرة انك تتكيفي مع مشكلتك دي موجودة جواكي بالإجبار ربنا سبحانه وتعالى عملها لك واخد بالها لك ومن خلال قالية اسمها قالية التعويض انت خد منك لقدر الله لقدر الله حاجة فبيعوضالك في حاجة تانية اللي بياخد من عينيه تبص ليه بيسمع دبة النملة في ودنه اللي بياخد من رجليه تبص ليه رجليه يعني ما شاء الله ممكن يعني يقفل شوارع نخاب بقى لكن فكرة انه أنا دايما عندي اعتقاد لا يا عم يسيبوهم ده أنا نفسي نفسي يدوهم فرصة حقيقة ان هم يشتغلوا والله العظيم هذه الطاقات المعطلة بفعل فاعلين هتغير شكل مصر كلها يديهم فرصة شغلهم انت ليه بموحدتهم في الوظافة الحكومية وما بتدرهم شغل ليه؟ ليه دايما عايز تصورهم للناس ان هما يا إما طاعصين يا إما شاحتين يا إما محتاجين يا إما هما عبقرة طيب فيهم اللي مش عبقاري وزيما الشخص العادي فيه اللي مش عبقاري وفيه اللي عبقاري والفايصل هنا مش العاقة مش انهو ما بيشوفش فبا عبقاري لا الفايصل هو قدرته على معرفة نفسه وربنا اداله مي ذات قدر يشوفها بس والله دكتور يعني احنا بنضم طبعا صوتنا لصوت حضرتك وإن كان يعني مؤخرا كل القيادة السياسية مهتمة جدا 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 بذوي الإعاقة بشكل عام إذا كانت في المناهج احنا بنتكلم في وزارة التربية والتعليم أو إذا كانت حتى في الأبنية يعني أنا عندنا في المسارح هتلاقي الأبنية أنشأت حاجات جديدة دلوقتي مراعاة للزروف طب عايزين القيادات السياسية تهتم بالفكرة أنا بقولها جدا عشان كده بقولنا حضرتك احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك استمتعنا بوجود حضرتك معنا دكتور طاري عباس يعني كان حديث شويق جدا جدا وإحنا مش عايزين نختم الحلقة إحنا عايزين نختم الحلقة مع حضرتك ده أنا مستمتع جدا وأنا أشكركم جدا على الاستضافة الكريمة دي وإن شاء الله نلتقي على خير دايما إن شاء الله يا رب ربنا كريم ومبروك الجايزة بتاعت حضرتك في مهرجان الإزاع العربية في تونس أنا خدتها مرتين الحمد لله الله واخدت برضو جايزة اللحن الزهبي في مهرجان الإغناء العربية في دار الأبرى المصرية الله الله ألف ألف مبروك وإحنا ساعدين بوجود حضرتك معنا وعايزين نختم الحلقة مع حضرتك على العود زي ما بدأت هنة حاضر اختمالنا حاضر حاضر كتر خيرك موسيقى الله موسيقى 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 موسيقى